بحرص كبير يعمل نحو 150 شاب وشابة يومياً في دار الشؤون الاجتماعي القديم في حي سليمان الحلبي في حلب على تحضير وجبات إفطار يومية وذلك ضمن مطبخ متنقل ليتم توزيعها على المحتاجين دليلاً على تعضد أبناء سوريا أثناء المحن استجابة الحمل الوطني الاجتماعي الطارئة نحن فريق تطوعي همنا بتحضير وجبات طعام لبعض الأسر الفقيرة في مدينة حلب بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية والعمال تحت شعارك خليك بالبيت الفطور بصل لعندك لسبب مرض الكورونا المتواجد حالياً بسوريا المبادرة هي قائمة نحن على مدى شهر كامل منجي كل يوم يومياً من الساعة 12 للساعة 5 نحضر طبخ ونعمل الفطور للأشخاص الصايمين اسم مبادرة فطورك معنا طبعاً نحن من المجتمع المحليك فيه شباب وصبايا دائماً بيدوا على الرقام للتواصل كلمال يكون متواجدين معنا ويحضروا طبخة يومياً نحن هنا بمطبخ فطورك معنا يعني عم نشارك بشكل يومي نحن كبسمة شباب سوريا عم نشارك وحابين نقدم شي للمواطنين شاركنا بالمطبخ هاي السنة الموسم الثالث على التوالي مشان نقدم لهم ونقوم معهم يعني ونعينهم بهذه الأزمة اللي نحن فيها كثير مهم لحتى نقدر نساعد العيلات اللي ما فيهم يطلعوا أو الناس اللي عندها اشغال أو الناس الكبيرة بالعمر عملنا التطوع هو عبارة عن مساعدتهم انه يضلوا ببيتهم وفطوراً رح يوصل عندهم كل يوم عم نساوي طبخة بتاع رغم هالظروف يعني مشان يتموا بالبيت خليك بالبيت أكلك بيصلى عندك كل يوم عم نساوي أكل من ناخذها على الأحياء الشعبية عند المختار هناك بتم توزيعها نحن نقدم أكبر عدد من المساعدات للمحتاجين من حيث أنه في ناس يمكن ما يلاقوا لهم مثل الأكل على الفطور أو يعني أنه نحن نقدر نقدم المساعدات يذكروا أنه يتم تغيير المتطوعين نظراً للأعداد الكبيرة التي بادرت بالتطوع في محاولة لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة في ظل الظروف الراهنة وسط الأمنيات بأن يعم الخير والبركة والأمان في ربوع سوريا ترجمة نانسي قنقر